اخبار اليوم في الاول وفنان يعني درقة من اثنين يعني لكن انسانيا ومعنويا انت بتشاركي واجدانيا للناس مرضى السرطان يعني انه الشفاء يا رب ان شاء الله وتمنى ان يكون في دعم كبير جدا من الدولة ومن الشعب المصري للمستشفيات اللي هي المتخصصة زي 57-57 او 500-500 اللي بتعمل في الشيخ زايد او معهد الاورام اتمنى ان ده يبقى في زيادة ان احنا عندنا دلوقتي المسألة السرطان بقى حاجة عامزة الفلونزة يعني فلتمنى ان يكون فيه ابحاث كتيرة جدا وانا عارف الناس شغالة بصدق وبقلب وبروح في المستشفيات دي علشان يوجدوا حلول لهذا المرض اللعين يعني فلتمنى الشفاء لكل الناس يا رب ان شاء الله فعاليات النهاردة بتتهتم بالدول النامية بالذات ويمكن مصر يعني في المرحلة الحالية احدى الدول النامية حضرتك شايف ايه اللي مطلوب لسه في الفترة اللي جاي عشان خاطر مصر تقدر تواجه المرض ونتعدى بقى حدود الدول النامية انا بقولك زي ما اتفقنا طبعا احنا من الدول النامية طبعا ان احنا محتاجين كتيرة جدا على مستوى الصحة بشكل عام مش مرض السلطان بالتحديد يعني الملف ده لازم يتفتح بشكل او باخر على كل المستشفيات طبعا في حاجات طبعا مصارتين كتيرة جدا في الغيزة ده برضو لازم من وزارة الزراعة برضو نقل ابحس بقى كتيرة جدا على المستوى المية على كل الحاجات دلوقتي انت الحرب مبقتش حرب بسلاحة دلوقتي لا بقت حرب بالمرض فممكن ده يكون حاجات مؤسرة جاية من الخارج فتمنى ان يبقى فيه كشفك ايجامد جدا على الاغذية اللي جاية من بره على الادوية على كل حاجة جاية من بره لان المسألة دلوقتي انت تتضربي فاقوى حاجة وهي الصحة فتمنى من الدولة رعاية اكتر ابحاث اكتر علشان تساعد الناس وتساعدنا بشكل عام يعني بعيدا عن فعلات النهاردة حدك متفائل بالانتخابات البرلمانية الجديدة ويرأيك فيها بصي الشعب اللي اختار يعني ايا كان يعني فهو هو اللي هيتحمل النتيجة يعني انا متفائل طبعا لازم اتفائل لكن ايه ايه انا معرفش ناس كتيرة جدا على فكرة من ناس بتوع البرلمان يعني اعرف منهم ناس محترمة جدا مش كتير يعني لكن فيه ناس كتيرة جدا السنة دي لما راح التنتخب ما كانش عارفة مين دول اتمنى ان كل مرشح كان يعمل لنفسه صفحة على الفيسبوك او يقدم البرنامج اللي هو هيقدم عشان نعرف نحزبه لكن انت انا معرفش فيه ناس كتيرة جدا انا مش عارفها يعني بتمنى لهم طبعا التوفيق ده ده اختيار واحنا نتحمل في الاخر يعني لان ما هنشيل الطين اما هنطلع لفوق يعني فتمنى ان التشريعات اللي تطلع من مجد الشعب بتبقى في محلها وفي مكانها يعني رسالة من فنان مجد كامل بقى للسياح خارج مصر ندوم لزيارة مصر الفترة اللي جاية بتمنى ان احنا نعمل الاول سياحة داخلية الاول نشجع السياحة احنا نبتدي بنفسنا الاول وبعدين لازم نخطب الغرب عن خطب الغرب من خلال افلام وثقية عن السياحة بشكل عام في كل مصر مش في شرم الشيخ بس يعني شرم الشيخ والقصر واسوان وفي تل العمرنة وفي جميع مدن مصر يعني اتمنى ان الناس يبقى عندها وعي من وزارة الثقافة او وزارة الاثار انها تعمل افلام ديكومنتري عن كل المعالم اللي موجودة احنا عدين تأثار العالم ولم تستغلق الى الان في ناس عندها بركة مية شوفي عملة ايه عليها يعني اتمنى ان الدولة تهتم بالاثار مش مش عكاة ان انا حطه في مدحف لأ في لما روحت ايطاليا مثلا مسألات مصر كلها موجودة في ايطاليا احنا عندناش هنا مسألة موجودة في مدان اتمنى ان احنا نهتم في اليام اللي جاية دي بالاثار بتاعتنا ونظهرها للعالم كله في المايدين المصري فنان مجد كامل برحبك دايما نضيف عزيز في بقوة اخبار اليوم انا بشكرك وشكرا جزيلا ربنا سعدك رب كل سنة ونطيبين مصير ترجمة نانسي قنقر